ميد غاديو ميد غاديو معنا عبر الهاتف فيدري سيغلمام مدير العمل الاجتماعي والثقافية لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم في المندوبية مرحبا بك أستاذ أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة بداية سيغلمام نريد أن تعرفوا على كيفية أو كيف يتم وقف العمل بنظام الحجر الصحي المطبق على الموظفين بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لسؤالكم فكما تعلمون وضعت المندوبية العامة لإدارة السجن وإدماج خطة من أجل رفع الحجر التدريجي على الموظفين بالمؤسسات السجنية وسوف يتم ذلك ابتداء من اليوم في 41 مؤسسة سجنية ثم بعد ذلك يوم 10-6-2020 بـ 32 مؤسسة سجنية وتبقى مؤسستين تنجى واحد ورزازات سوف يمتد بعض الشيء هذا الحجر فيهما إلى أن تتضح حالة الوباء في معلما أن السجن المحلي بورزازات أصبح سجنا خاليا من هذا الوباء بعد شفاء آخر حالة مصابة هناك بالنسبة لتنزيل هذه العملية اليوم بدأت المؤسسات السجنية الـ 41 بالعمل العادي يعني الموظفين يتسلمون معهم في الصباح ثم يغادرون المؤسسات بعد الزوال بعد انتهاء مدة العمل ثم يدخل النظام المدومة الفرقة التي سوف تعمل بالليل سوف تعمل هذه المؤسسات بالنظام العادي التي كانت تعمل عليه قبل ظهور هذا الوباء أو قبل إقرار الحجر الصحي بالنسبة للموظفين طيب السادق المام أرقام مطمئنة كانت أعلنت لها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خصوصا الوضعية الوبائية داخل المؤسسات السجنية كنا عرف بأن 75 مؤسسة سجنية من أصل 76 مؤسسة لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس سواء بالنسبة صفوف السجناء أو الموظفين كيف ضبرت المندوبية هذه الخطة الاستباقية للكبح انتشار الوباء بالفعل فالحمد لله أصبحت جميع المؤسسات خالية من هذا الوباء وهي كانت سابقا خالية مع عداء المؤسستين هي مؤسسة ورززات التي أصبحت خالية بضورها وتبقى الآن مؤسسة طنجة واحد يرجع الفضل طبيعة الحال إلى الإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها المندوبية العامة منذ وائل ظهور هذا الوباء بالمغرب وقبل ظهور أول حالة مؤكدة بالمغرب يوم جوج مارس في 2020 بدأت المندوبية العامة بتنسيق مع المصالح المختصة خصوصا المصالح وزارة الداخلية ومصالح وزارة الصحة بعمليات حسيسية في وسط السجناء ووسط الموظفين وكذلك بدأت بتوفير جميع وسائل التعقيم وسائل وقاية من كمامات ومن البسة وقائية داخل المؤسسة السجنية ثم بعد ذلك اتخذت إجراءات أخرى التي تروم الحد أو تقليص من وطيرة دخول المؤسسة السجنية يعني الوافدين للمؤسسة السجنية وعملت على تعليق الزيارة العائلية ثم بعد ذلك عملت على وقف إخراج المعتقالين إلى المحاكم وهذا قرر أيضا كان له دور كبير في يعني انتقال لعدواء المؤسسة السجنية وإجراءات أخرى كثيرة فيها كذلك ما يتعلق بالحجر الصحي للموظفين حيث أن الحجر الذي كان اعتمد في البداية كان لمدة 15 يوم ثم تم تمديده إلى شهر وتعميمه على جميع الموظفين بما في ذلك مدير المؤسسة السجنية والأتقوم الطبية وكذلك هناك تنسيق دائم ومستمر مع مصالح المعنية وخاصة مصالح وزارة الصحة فيما يخص أخذ عينات وإجراء تحاليل خاصة بالنسبة للوافدين الجدد عن المؤسسات السجنية هؤلاء الذين يتم إخضاعهم كذلك لمدة حجر صحي لا تقل على 14 يوم حتى تتأكد عدم إصابتهم بهذا الداء إذن هذه كلها إجراءات متعددة الأبعاد تخذت بشكل مندميج لتفادي نقل العدوى للمؤسسة السجنية باعتبار أن المؤسسة السجنية هي فضاء مغلق لا يمكن حمايتها إلا بتحكم بجميع المنافذ التي تكون احتمالا لانتقال العدوى إليها إذن هذه المنافذ تم التحكم فيها طلاقا من وقف الزيارات ومن إيقاف إخراج السجناء ثم من إخضاع السجناء الجدود للحجر الصحي وإخضاع جميع الداخلين المؤسسة السجنية بما فيهم المرتفقين أو الشركات خاصة شركات المتخصصة في التغذية لبروتوكولات حاسمة ومدققة وواضحة من أجل وقاية وحماية الموظفين والسجناء من انتقال العدوى نعم السيد يعني ماذا عن تعامل المندوبية مع الحالات التي كانت وافدة من خارج المؤسسات السجنية يعني نعلم أن هناك حالات التي ظهرت خارج أصوار المؤسسات السجنية على صعيد الوطني نعم وهنا المندوبية العمال لديها إجراءات واضحة كذلك ومحددة حيث أنه بمجرد وضع معتقل جديد بالمؤسسة السجنية يتم إخضاعه لفحص طبي بطريقة تلقائية ويتم أخذ درجات حرارته وفي حالة ما كان هناك أن الطبيب لديه شكوك بأن نزيل يعاني من مرض ما فيتم الاتصال مباشرة بمصالح وزارة الصحة الذين يأتون ويأخذون عينات وهناك حالات التي تظهر عليها علامات واضحة لا يتم إدخالها المؤسسة السجنية بل يتم النداء على المصالح المختصة بوزارة الصحة ويتم نقلهم إلى المستشفيات لإخضاعهم التحاليل والتأكد من عدم إصابتهم وبنسبة للحالات كما سبق لأن ذكرت حالة الوافد الجدود فيتم ويتم مع ذلك ولو ظهرت نتائج سلبية بخصوصهم فيتم إخضاعهم مع ذلك لمدة لا تقل على 14 يوم في أحياء معزولة قبل توزيعهم على باقي أحياء المؤسسات السجنية نعم وكسؤال أخر كيف يتم تدبير زيارات خصوصا تلك الزيارات أو التي تتواصل بين الموكلين ومحاميهم صدر اليوم بلاغ يتحدث عن هذا السياق أن المحامين الذي هم الأسبقية في العودة للزيارات المباشرة هل من تفصيل في هذه النقطة نعم فكما تعلمون لما تم اتخاذ قرار إيقاف الزيارة كان ذلك ضروريا من أجل تفادي نقل عدوى لمؤسسة السجنية زيارة سواء بالنسبة للعائلات أو بالنسبة للمحامين وكذلك تم إيقاف نقل المعتقلين إلى المحاكم وتعود ذلك بجلسات تعقد داخل المؤسسة السجنية تجلسة عن بعد اتصال يعني عن بعد مع المحاكم ولتعود ذلك بالنسبة لزيارة العائلية فقد تم إعطاء سهيلات مع دويهم عبر الهاتف هاتف المؤسسة السجنية بحيث أن المؤسسة السجنية زادت في وطيرة الاتصالات وكذلك في مدادها بالنسبة للمحامون فلما تم اتخاذ القرار بعقد جلسات محاكمة عن بعد فقد تم السماح بالمخابرات عبر الهاتف كان ذلك بتنسيق مع السلطات القضائية المعنية إذن فكان هناك إمكانية الاتصال عبر الهاتف كما جاء في خطة المندوبية العامة فالمحامون لهم الأولوية في بداية الزيارة المباشرة لموكليهم ابتداء من شهر يونيو وهذا بطبيعة العال وفرت له المندوبية العامة جميع الوسائل الوقائية والاحترازية من أجل أن تمر المخابرة مع المحامين في أحسن الظروف هل لمستم تعاون نزل المؤسسات السجنية على الأقل بالتزامهم بتدابير الوقاية وهل هناك تكاتف الجهود بين مختلف فعالين داخل المؤسسات السجنية في ظل هذه الجائحة أشكركم على وضع هذا السؤال لإتاحاتنا الفرصة لكي ننويها بطبيعة الحال بالحس الوطني الذي تحلى به جميع موظفي المؤسسات السجنية بحيث أنهم كانوا في ظل الحجر يعملون بحس وطني وبنكران ذات من أجل القيام بواجبهم كما يملي عليهم الواجب بطبيعة الحال ولحماية أنفسهم وكذلك حماية السجناء الذين هم في عودتهم إذن فتحية لهم لأنهم على غرار أقيم موظفي المصالح الأخرى من صحة وأمن قوات عمومية فهم كذلك في الواجهة الأمامية حيث أنهم يعملون 24 ساعة على 24 ساعة للحفاظ على سلامة السجنة تحية كذلك للانضباط الذي تحل به جموع المعتقلين بحيث أنهم ساهموا بفضل انضباطهم بل ساهموا أيضا بمبادرات هناك مبادرة الآن مبادرة صنع الكمامات حيث أبوا إلا أن يساهموا إلى جانب فعالية المجتمع في إجراءات الوقائية التي يقام بها على المستوى الوطني وذلك بمساهمة رمزية وهي إنجاز وتصنيع الكمامات داخل المؤسسات السجنية إذن فهناك بطبيعة الحال تضافر جميع الجهود من موظفين من معتقلين من شركة من أجل يعني تجنيب المؤسسات السجنية انتقال العدوى إليها والحمد لله كل تلك الجهود أعطت تمارها والمندوبية العامة عازمة على الاستمرار وتعزيز جميع هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها من أجل أن يستمر الوضع في حالة تأهب دائم تفاديا لأي خطر محتمل شكرا لكم أستاذ دريس مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم في المندوبية كنت معنا على ميد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر